بدأ ثمارة منطقة الرياض تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة منظمات الدخول الذكية على طرق العاصمة المحورية وذلك بدءا من طريق البلك فهد باستخدام تقنية التنظيم الآلي رامب ميترينغ وتهدف المبادرة إلى تحسين المشهد الحضري للمدينة وتقليل أزمنة الرحلات إضافة إلى تحسين السلوك ووعي مستخدمي الطريق ورفع مستوى السلام المرورية فضلا عن زيادة كفاءة شبكة الطرق وتقليل نسبة الانبعاثات الضارة معنا من الرياضة زميل عبد المحسن الحربي من أمام أحدى الآليات التي تنظم حركة المرور على طريق البلك فهد في العاصمة الرياضة أهلا بك عبد المحسن كيف جوه الرياضة اليوم زحمة أم أن هذه الآلية ساهمت في تقليل الاقتناق المروري المعتاد في العاصمة نعم محمد في الحقيقة نحن في وقت الذروة في أيام منتصف أو في أيام الأسبوع حيث يخرج الموظفون الآن من دواماتهم في اتجاه المنازل وتكون الازدحام في أعلى مستوياته خلال اليوم في طريق التحول إلى مدينة ذكية قامت أمانة منطقة الرياض بتعاوم عدار العمل المرور بتطبيق هذه الآلية أو هذه المبادرة الجديدة التي تستخدم التقنية في إيجاد حلول لعملية الازدحام المروري لنشرح أكثر على الصورة محمد تشاهد نحن الآن على طريق الملك فهد باتجاه الجنوب كل هذه السيارات القادمة من الشمال باتجاه الجنوب تسير بشكل انسيابي في الطريق ولكن الذي سيحدث بعد تطبيق هذه التقنية حيث أن هذا المخرج الذي يؤدي بالسيارات من الطريق الفرعي إلى الطريق الرئيسي لن يكون بهذه الصورة سيكون هناك ثلاثة حساسات قبل وصول المركبة إلى نهاية المخرج ستكون أيضا هناك إشارة مرور تقوم بعملية تنظيم دخول السيارات من الشارع الفرعي إلى الشارع الرئيسي في هذه العملية تقوم أيضا هذه التقنية بإرسال إشارات إلى إدارة المرور وكذلك التقنيات المتواجدة لديها بعملية إقفال هذا المخرج أو فتحه بالتزامن مع عملية ما إذا كان هناك إزدحام مروري كل هذه التقنيات ستطبق على كافة المخارج في طريق الملك فهد تحديدا فيه ما بين طريقي الملك عبد الله وطريق المكة المكرمة خلال هذه الفترة سيتم تطبيق هذه الآلية هناك أهداف كبيرة من قبل الأمانة وكذلك إدارة المرور لعملية فك الإزدحام المروري الذي يحدث بشكل يومي خصوصا في منتصف الأسبوع هناك معاناة لدى سكان الرياض يتمنى الجميع من السكان بطبيعة الحال أن تقوم هذه التقنية بحل هذه الأزمة بتأكيد كما نتابع مع زميل أبد المحسن الحاربي الاختناق المروري الآن على أحد الطرق الفرعية التي تؤدي إلى طريق الملك فهد وهناك حاجة بكل تأكيد إلى مثل هذه الأنظمة لتسهيل الحركة المرورية في العاصمة الرياض شكرا للمشاهدة